خلونا نبتدي كلامنا بمباراة النهاردة طبعا متبقي على نهاية الدوري خمس مباريات منهم مباراة الليلة أمام Eastern Company وخلينا فكر حضراتكم يعني وكل جماهيرنا بدوافعنا في المباريات اللي جاية أو في الفترة اللي جاية بشكل عام قبل الدخول في أجازة قصيرة نسبياً والتمهيد لبداية الموسم الجديد أولاً خارج يعني كل حسابات الورقة والقلم النادي الأهلي مش من النوادي اللي ممكن تستسلم النادي الأهلي مش بيستسلم أبداً إلا مع صافرة النهاية في كل مباراة يعني من الطبيعي جداً أننا داخلين الماتش ده وبنلعب على الفوز ومن أجل الفوز وهندخل المباراة بدوافع المكسب وده أمر مفروغ منه تماماً لأي 11 لعيب هيبتدي بيهم مستر ريكاردو سوارش مباراة النهاردة دي حاجة الحاجة الثانية هي دوافع استمرار المكسب تحت أي ظروف تمهيداً لأمور كتيرة جداً يمكن أهمها أن أنت تنهي الموسم يعني بأفضل شكل ممكن للمجموعة اللي أنت موجود فيها وطبعاً كلنا عارفين أن الدور الثاني أو الفترة الأخيرة شهدت مشاركة عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي الشباب في الفريق الأول وطبعاً دي كانت نقطة في منتهى الأهمية مهم جداً أن المجموعة الموجودة حالياً يعني تعيش حالة انتصارات ومكاسب كل مكسب وراء الثاني ده بيفرق معنا جداً وحيفرق معهم جداً في الفترة اللي جاية فكرة أن انت معاك لعيبة شباب عندهم خبرة المشاركة في المتشاط الكبيرة وفي الأوقات الحاسمة دي حاجة بتسقل اللعيبة مبكرة دي نقطة في منتهى الأهمية نقدر كمان نقول أن المجموعة الحقيقي الموسم ده هو اللعيبة الشباب اللي احنا كسبناهم زي زياد طارق وزي فخري وأحمد سيد غريب ورقفة خليل ده طبعاً غير عودة محمد محمود وكريم فؤاد بشكل جيد إلى حد كبير وبدون الدخول فيما يتردد على السوشيل ميديا من تعاقدات ومن صفقات وكلام كتير جداً كل يوم والتاني نسمع عنه وناس تأكد وناس تحلف لكو يمين معظم أن الكلام ده مفروغ من مصدقيته أفتكر أن ده دور مجلس دارة النادي يعني هو الأكثر حرصاً أكيد على مصلحة كل فرق النادي في كل الألعاب الرياضية الجماعية منها والفردية فما بالك بقى بفريق كرة القدم اللي بيحظى أكيد بحب ودعم قطاع كبير جداً من جماهير النادي الأهلي في كل مكان خلينا نفكر في أننا نكسب وبس بغض النظر عن أي اعتبارات تانية بغض النظر عن أي ظروف وملابسات مرنا بيها الفترة الأخيرة ونحافظ على نظافة شبكنا للمباراة السبعة على التوالي في الدوري والتمنى على التوالي يعني عموماً بعد الفوز على المقصة في الكأس بهدف رامي ربيعة أتمنى كمان من جماهير النادي الأهلي اللي هيحضروا النهاردة ويدعموا لعيبة الفريق وجهاز الفني بشكل معهود بشكل معتاد احنا تعودنا عليه من جماهير النادي الأهلي الوفية الأصيلة المنطقية يعني المنطقية اللي بتدعم النادي في كل الأوقات وتحت أي ظروف طبعاً هيعملوا نفس الدور ده النهاردة أكيد إن شاء الله مع الفريق ودورهم ده لا يقل بأي حال من الأحوال عن باقي المنظومة وأوقات كتير كمان ودي كلمة حق لازم تتقال الجماهير بتكون هي اللعب رقم واحد في المعدلة ويامة قبل كده مرت علينا أوقات كتيرة ويامة مرت علينا مرشات كتيرة كانت ملبساتها وظروفها من أصعب ما يمكن ويمكن كنا مرين قبلها بشيء من اليأس مش هقول انكسار بس يعني شيء من الإحباط ولا حتى هقول يأس شيء من الإحباط ولكن جماهيرنا لا تحبط جماهيرنا بتروح وبتقف في ظهر وفي كدف اللعيبة وبتدعم وبتساند من أول لحظة والغاية يعني صافرة نهاية اللقاء ده اللي احنا تعودنا عليه من جماهير النادي الأهلي المحترمة